السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم البش مهندسيين عاملين ايه الاخبار ان شاء الله ان نتكلم في الفيديو ده برضو نكمل مع بعض زلسلات الاناليسز اتكلمنا قلنا ان الملازم دي خاصة بالبش مهندس اكرم مصطفى جزاء الله كل خير والفيديوهات متاحة على موقع المهندس ياسر اليسي www.yasrillesi.com اه اتكلمنا على عنوان الصبورات المرة اللي فاتت هنتكلم في الفيديو الجديد اه بنتكلم ان هو بيقول ان هو هيستخدم مصطلح كاميرا او بيم كتير تمام طيب اتفقنا ان احنا لو عندنا الجسم ببقى ليه تلات حركات حركة في اتجاه ايكس وحركة في اتجاه وايه وحركة للدوران طيب علشان امنح حركة الجسم ده في اتجاه معين لازم احط له سببورت طيب فهو هيكلم قلنا هنستخدم مصطلح كاميرا او بيم كتير طيب ايه اللي هيمنع الكاميرا من الحركة الاعمدة طيب اذا العمود هو بتاع الكاميرا يبقى الكاميرا دي سبورت بتاعها هو العمود طيب بتعود ليه دايما بتحط بتاع الكاميرا واحدة ووحدة رولر يعني اقسم بالله ده سؤال انا تسألته في انترفيو والله سؤالي تسألته في انترفيو قد رسم لي خط افقي وتكتب لي عليه كاميرا وقال لي تحط الصبورتات انا اتحكت قلت له انت حضرتك يعني ايه السؤال لا فقال لي حط قال لي حط الصبورتات بتاعتك تمام وطبعا اللي هو واحدة واحدة واي يعني هتحط واحدة هنجد وهتحط واحدة رولر ليه بقى هنحط واحدة هنجد واحدة رولر باساسي دي مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا تلات حركات حركة في اتجاه اجسو حركة في اتجاه واي وحركة المومنت